السلام عليكم مرحبا بكم أصدقائي على قناة English with Angela طبعا أصدقائي لما الإنسان بده أدن أي امتحان سواء التوفل ولا الآيلس لأي امتحان تاني لازم يكون في عنده عدد كافي من الكلمات حتى يكون قادر أن يعبر عن الشيء اللي بده إياه بالإضافة طبعا لمهارة صياغة الجملة بالشكل الصحيح والقواعد بشكل عام بهالقائمة أصدقائي رح ندرس حوالي 8000 كلمة مع معانيون مختلفة بتمنى أصدقائي أنه تدعم الفيديوهات باللايك والشير وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس تنبيهات ليصلكم كل جديد وهلأ يلا نبدأ الدرس الكلمة الأولى بدرس اليوم هي قاب يثرتر أو يتحدث لوقت طويل في أشياء غير مهمة قابل التحدث بسرعة حيث لا يتمكن الناس من سماعك بوضوح أو من فهمك قابل الكلام السريع الذي يصعب فهمه وخاصة عندما يتحدث الكثير من الأشخاص في نفس الوقت جين يحرز أو يفوز بشيء جينفل مجز أو مربح وتستخدم لوصف العمل المفيد الذي تدفع مقابلة جين يكسب أو يحصل على المزيد من نوعية معينة جين سي ينكر صحة شيء أو لا يوافق على شيء جالا احتفال عام أو خاص للترفيه وقد تأتي بمعنى مسابقة الرياضية جالينت شجاع وخاصة في المواقف الصعبة للغاية وقد تأتي بمعنى مهذب مع امرأة جالوري صالة عرض للأعمال الفنية وبشكل خاص للجمهور وقد تأتي بمعنى تشكيلة صور جالي سفينة مسطحة طويلة ذات أشرع وخاصة تلك التي استخدمها الأغريق أو الرومان القدماء في الحرب والتي كان يجدفها عادة العبيد أو السجنة جامبل مقامرة وهي المخاطرة بالمال في لعبة الورق أو سباق للخيل وما إلى ذلك جامبلا الشخص الذي يخاطر بالمال في لعبة الورق أو سباق الخيل وما إلى ذلك أو كما يسمى المقامر جاب فجوة أو فراغ بين شيئين جيب يفغى رفاه أو يحدق وفمه مفتوح تماماً بسبب الدهشة أو صدمة أو غير ذلك جاب ملابس وخاصة الملابس غير العادية أو تلك التي يرتديها نوع معين من الأشخاص جابج قمامة جابلد مشوش رسالة أو قصة يتم وسردها بطريقة تربك السامع وعادة ما تكون من قبل شخص نظوم أو في عجلة من أمره جالند دائرة من الزهور والأوراق تلبس على الرأس أو حول الرقبة أو تعلق في الورثة كديكور جاملد ثوب غريب عديم الشكل كان في السابق سترة غانا يحرز أو يجمع شيئاً ما كالمعلومات أو الدعم أو غير ذلك غاريسن حامية أو مجموعة من الجنود الذين يعيشون في حصن أو بلدة للدفاع عنها أو المباني التي يعيش فيها هؤلاء الجنود غاريسن ثرتار وخاصة من يتحدث بأشياء غير مهمة غاشن جرح أو شق غاشن يجرح جرحاً عميقاً غاذا يجمع أو يجتمع غوش خجول أو غير مرتاح عند التعامل مع الناس وغالباً ما يقول أو يفعل الشيء الخطأ غودي مباهرج أو ذو ألوان زاهية للغاية وبطريقة تفتقر إلى الذوق جيج أداة لقياس كمية أو مستوى شيء جوك يحدق في شخص أو شيء ما بطريقة وقحة أو غبية جوك يحدق في شخص أو شيء ما بطريقة غبية أو فضة جيز يحدق أو ينظر بذهول جزيل ضبي أو غزال صغير جزيت جريدة أو صحيفة رسمية تصدرها منظمة معينة تحوي معلومات مهمة عن القرارات التي تم اتخاذها أو الأشخاص الذين تم توظيفهم جيا المعدات في مركبة والتي تغير العلاقة بين سرعة المحرك وسرعة العجلات المتحركة للأمام والخل جيل الهلام وهو مادة سميكة وشفافة ولزيجة وخاصة تلك التي تستخدم في منتجات الشعر والجلد جيلتين وهي مادة صافية ليس لها أي طعم تستخلص من غليان عظام الحيوانة وتستخدم في صناعة الجلي وأفلام الكاميرات ونحوها جم حجر كريم يتم تقطيعه وسقله ويستخدم في المجوارات جين الجين وهو وحدة داخل الخلية والتي تقوم بالتحكم في صفة معينة في الكائن الحي تم نقلها من والديه جينرال عام أو يؤثر على كل أو معظم الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء جينراليزيشن بيان عام يستند إلى بعض الحقائق أو الأمثلة فقط أو تاني فعل الإدلاء بمثل هذه التصريحات جينراليز يعمم أو يستخدم مجموعة معينة من الأفكار أو الحقائق من أجل تكوين رأي يعتبر ذاصلة بموقف مختلف جينوريت يولد شيئا لإنتاج الطاقة وخاصة للكهرباء جينوريشن جيل أو جميع الأشخاص الذين ولدوا في نفس الوقت تقريبا جينيريك نوعي أو مشترك من خلال أو نموذجي لمجموعة كاملة من الأشياء جينيروسي كرم أو سخاء جينيروس كريم أو سخي جينيروسلي بكرم أو بسخاء جينيسيس منشأ أو بداية أو أصل شيء ما جينيتيك وراثي أو جيني أو مرتبط بالجينات أو الوراثة جينيتيسيست عالم يدرس علم الوراثة جينيل ودود ومبهج جونرا نوع أو نمط معين من الأدب أو الفن أو الأفلام أو الموسيقى تستطيع تعرف عليه بسبب ميزاته الخاصة جينت رجل أو رجل نبيل جينتيل هادئ ومهذب وغالبا بطريقة مبالغ فيها أو من طبقة اجتماعية عالية أو يتظاهر بأنه ينتمي إليها جينتري الأشخاص الذين ينتمون إلى طبقة اجتماعية عالية أو الطبقة الراقية جينيوين حقيقي أو بالضبط على ما يبدو عليك وليس مصطنعا جينيوين لي حقا أو بطريقة هي بالضبط ما تبدو عليه وليست مصطنعا جينس جينس أو مجموعة تنقسم إليه الحيوانات والنباتات وغيرها والتي تملك خصائص متشابهة أصغر من عائلة وأكبر من نوع جيو سينتريك مع الأرض كمركز أو يتعلق بمركز الأرض أو يقاس منه أو كما لو كان ملاحظا منه جيو كيميستري الجيو كيمياء أو دراسة المواد الكيميائية المختلفة التي تتحد لتشكل الأرض وصخورها ومعادنها جيوغرافيا الجيوغرافيا وهو الشخص الذي يدرس الجيوغرافيا أو الخبير في الجيوغرافيا جيوغرافيكو جيوغرافي أو يرتبط بالطريقة التي يتم بها ترتيب السمات المادية للمكان جيوغرافي جيوغرافي الجيوغرافيا وهي الدراسة العلمية لسطح الأرض وخصائصها الفيزيائية وأقسامها ومتجاتها وأيضا دراسة السكان وما إلى ذلك جيومتري الهندسة وهي فره من الرياضيات يتعامل مع قياسات وعلاقات الخطوط والزوايا والأسطح والمواد الصلبة جيوثيرمل له علاقة بالحرارة الطبيعية للصخور الموجودة في أعماق الأرض جرمين وثيق الصلة بشيء ما من أفكار وملاحظات مرتبطة بشيء ما بطريقة مهمة أو مناسبة جرمين ينبت أو يبدأ في النمو جيمنيشن الإنبات أو العملية التي تبدأ بها البذرة في النمو جيزة السخان أو ينبع طبيعي يرسل أحيانا الماء الساخن أو البخارة إلى الهواء جايب السخرية بملاحظة غير لطيفة أو مسيئة عن شخص أو شيء ما جاينت عملاق أكبر بكثير أو أكثر أهمية من الأشياء المماثلة عادة جايغانتيك كبير للغاية أو ضخم جداً جيلد يغطي شيئاً ما بطبقة رقيقة من الذهب أو الطلاء الذهبي أو يجعل الشيء يبدو لامعاً كما لو كان مغطاً بالذهب جودا قضيب طويل من الحديد أو الفولاد القوي يستخدم في بناء الجسور وهياكل المباني الكبيرة جيست جوهر شيئ ما أو المعنى الرئيسي أو العام لمقطع كتابياً أو خطاب أو محادثة جيفن مرتب مسبقاً جليشل أو جليسيل مرتبط بالأنهار الجليدية أو صنعته أو سببته الأنهار الجليدية جلاما السحر أو البريقة أو الجاذبية التي تجعل الشخص أو الوظيفة أو المكان يبدو مميزاً وغالباً ما يكون بسبب الثروة أو المكان جلاند غدة وهي عض في جسم الإنسان أو الحيوان ينتج مادة يستخدمها الجسم أو جزء من الجسم يشبه الغدد وخاصة العقد اللمفاوية جلانجلا غدي أو مرتبط بغدة أو غدند جلير قد تعني ينظر إلى أحد بطريقة غاضبة وقد تأتي بمعنى يتوحج بطريقة مشعة للغاية غير سارة جليرين ذو لون صارخ أو صاطع بشكل مزعج جليري ذو سطوع مبهر جليز قد تأتي بمعنى يشعر بالملل أو التعب وقد تأتي بمعنى يضيف الزجاج إلى جليفل جدلا أو سعيدا بسبب شيء جيد قمت به أو شيء سيء حدث لشخص آخر جليب يتفوه بكلمات ذكية ولكنها غير صادقة أو بكلمات لم يفكر بها مليا قبل قولها جلايد ينذلق أو يتحرك بسلاسة وهدوء جلايد انزلاق أو حركة ناعمة هادية جليما بصيص أو ضوء خافت غير ثابت جليمس لمحة أو نظرة خاطفة أو رؤية شخص أو شيء ما لفترة وجيزة جدا جليتا يتألق أو يبرق جليتس واجهة أو الظهور بمظهر جذاب للغاية ومثير للأعجاب ولكن بطريقة ليست حقيقية دائما جليتسي جذاب للغاية ومثير للأعجاب بطريقة ليست حقيقية دائما جلوم ظلام دامس وقد تأتي بمعنى كآبة جلومي مظلم تقريبا أو مضاء بشكل سيء لدرجة تجعلك تشعر بالحزن جلوريفيكيشن تمجيد أو تعظيم جلوريفاي يمجد أو يعظم جلوريوس مجيد يحقق أو يستحق نجاحا كبيرا ويجعل شخصا أو شيئا ما مشهورا جلوري مجد أو نجاح عظيم يستحق الثناء جلوسي لامع أو براق جلو يشع أو يتواهج أو يصدر ضوءا ثابتا لكن ليس قويا جلوت التخمة من شيء ما أو الوضع الذي يوجد فيه شيء أكثر مما هو مطلوب أو يمكن استخدامه جلوتنس شرح أو مفرط في تناول الطعام أو كونه يأكل أكثر من اللازم جوت عنزة أو معزة وهي الواحدة من الماعز جوو تي لحية صغيرة مدببة أو شعر الوجه الذي يكون على الذقن فقط جوغل يلتهم أو يأكل شيئا بسرعة كبيرة بطريقة يعتبرها البعض وقهة أو جشعة جوغل يحملق أو ينظر إلى شخص أو شيء ما بعينين مفتوحتين تماما وخاصة بسبب الدهشة أو الصدمة جولد ديجا منقب الذهب وهو الشخص الذي يدخل في علاقة مع شخص ما من أجل الحصول على المال منه جولدن مصموع من الذهب أو لونه أصفر كلون الذهب أو ذهبي كونه خاص ورائع جولدن أنيفرسري أو جولدن جوبلي الذكرى الخمسين لحدث مهم جولدن جول الهدف الذهب في مباراة لكرة القدم وهو الهدف الأول الذي يسجل في الوقت الإضافي وعندما تنتهي المباراة يمنح الفوز للفريق الذي يسجل هذا الهدف جولدي لوكس معتدل أو مع الحق أو غير متطرف جودز بضائع أو سلع جودويل نية حسنة جودز جميل جدا وجذاب للغاية جوريلا قرد أفريقي كبير جدا وقوي مغطن بشعر أسود أو بني جوس هوك الباز وهو سقر كبير بأجنحة قصيرة جوس بوو الإنجيل وهو أحد الكتب الأربعة في الكتاب المقدس عن حياة يسوع عليه السلام وتعليمه جوسيب الغيبة أو القيل والقال وهو الحديث أو القصص غير رسمية عن حياة الأشخاص الآخرين والتي قد تكون قاسية أو غير صحيحة أو مسعجة جولمي الزواقة وهو الشخص الذي يعرف الكثير عن الطعام والشراب الجيد ويستمدع باختيارهما وتناولهما جوفن يحكمه أو يسيطر قانونيا على بلد ما أو شعبه ويكون مسؤولا عن إدخال قوانين جديدة أو تنظيم الخدمات العامة وما إلى ذلك جوفنا الحاكم أو الشخص الذي هو الرئيس الرسمي لبلد أو منطقة تحكمها دولة أخرى جوفنمنت حكومة جوويل كلمة تستخدم للودع جراب يأخذ أو يمسك شخصا أو شيئا ما بيده فجأة وبخشونه جريشوس إنسان أو سلوك طيب ومهذب وكريم جريد درجة أو مستوى أو علامة جريدينت المعدل الذي تتغير به درجة الحرارة والضغط وما إلى ذلك وقد تأتي بمعنى الدرجة التي تنحضر إليها الأرض جراجيول تدريجي أو يحدث ببطء وليس فجأة وقد تأتي بمعنى ليس شديد الإنحدار جراجيولي بشكل تدريجي جراجيويت متخرجا أو خريج جراجيويت تخرج جرافت الطام وهو قطعة مقطوعة من نبات حي تحتوي على برعن تثبت على نبات آخر بحيث تنمو هناك جريم البذور الصلبة الصغيرة للنباتات الغذائية كالقمح والأرز وما إلى ذلك جراند كبير وقد تأتي بمعنى يحتاج إلى الكثير من الجهد والمال والوقت لينجح وقد تأتي بمعنى مهم ومؤثر جرانجا أو جرانديا الأبهة أو العظم التي تثير الإعجاب والتقدير جرانديوس يبدو مثيرا للإعجاب للغاية ولكنه كبير جدا ومعقد ومكلف حيث يبدو غير عمليا أو ممكن جرانيت نوعا من الحجر الرمادي الصل يستخدم غالبا في البناء جراني الجدة جرانت يمنح أو يوافق على إعطاء شخص ما ما يطلبه وخاصة إذن رسمي أو قانوني للقيام بشيء جرانيلا يتكون من حبيبات صغيرة أو يبدو أو يشعر وكأنها مجموعة من الحبيبات جرانيول حبيبة أو قطعة صغيرة صلبة من شيء ما أو حبة صغيرة جرافايت معدن أسود ناعم وهو شكل من أشكال الكربون يستخدم في صناعة أقلام الرصاص وفي تليين الآلات وفي المفاعلات النووية جرافايل يسيطر على أحد الماء ويتصارع معه بقوة وقد تأتي بمعنى يحاول جاهدا إيجاد حل لمشكلة جرافايل يمسك شخصا أو شيئا ما بالقوة جراس هوبا الجراد والجرادة حشرة ذات أرجل خلفية طويلة يمكنها القفز عاليا جدا وتصدر صوتا بأرجلها جرافايل الإشباع هو الشعور بالمتعة عندما تسير الأمور بشكل جيد بالنسبة لك أو عندما يتم إشباع رغباتك وقد تأتي بمعنى شيء يمنحك المتعة جراتيفايد ممتن أوراض أو مشبع جراتيفاين مزلجا للصدر أو يبعث على الامتنان والرضا جراتيتيود امتنان ورضا وشعور بالرغبة بالشكر جراتيويتس لا مبرر له أو يتم دون أي سبب أو غرض وجيه وغالبا ما يكون له آثار ضارة جرافيتيت ينجذب إلى جرافيتيشن قوة الجذب التي تجعل الأجسام تتحرك تجاه بعضها البعض غريس ترعى أو تجز الماشية من أبقار وغيرها العشبة في الحق غريس الشحم وهو مادة زيتية سميكة وخاصة تلك التي تستخدم لجعل الآلات تعمل بسلاسة غريسي أو غريزي مغطن بالكثير من الشحوم أو الزيت غريغيريوس اجتماعي أو منفتح غريغوريان كاليندا التقويم الغريغوري وهو النظام المتبع منذ عام 1582 في الدول الغربية لترتيب أشهر السنة والأيام وحساب السنوات من ميلاد المسيح عليه السلام غريف حزن وخاصة لموت أحد ما غريفنس التظلم شيء تعتقد أنه غير عادل وتشتكي منه أو تحتج عليه وأيضاً الشعور بأنك عملت معاملة سيئة غريف يحزن وخاصة لموت أحدهم غريم متجهم أو يبدو جدياً جداً غرايند يطحن أو يكسر أو يضغط شيئاً ما إلى قطع صغيرة جداً بين سطحين صلبين أو باستخدام آلة خاصة غريف يقبض على أو يمسك شخصاً أو شيئاً ما بإحكام غرون يتأوه أو يئن كونه منزعجاً أو متألم أو مسرور غروف يعتني بحيوان أو ينظفه غروف جرح طويل رفيع على سطح شيء قاس غروف يتلمسه أو يحاول العثور على شيء لا يمكنه رؤيته من خلال الشعور بيديه غروس إجمالي أو المبلغ الإجمالي للشيء قبل أن يتم أخذ أي شيء منه غروتيسك قبيح للغاية بطريقة غريبة غالباً ما تكون مخيفة أو مضحكة غراوتش يتدمر أو يشكو كثيراً غراوتشي سهل الإنزعاج وكثير الشكوى غراوندد مؤسس على أو مرتكز إلى غراوندلس لا أساس له أو غير مبنياً على سبب أو دليل غراوندد مجال الاهتمام أو المعرفة أو الأفكار غراونددورك العمل الأساسي لشيء ما والذي يتم إنجازه كتحضير لأعمال أخرى سيتم إنجازها لاحقاً غراوا شخص أو شركة تقوم بزراعة النباتات أو الفاكهة أو الخضار للبيع غرول يهدر وتستعمل مع الأشياء أو يزمجر للحيوانات أو يصدر صوتاً منخفضاً في الحلق عادة ما تكون علامة على الغضب غروج حقد أو ضغينة دجاه شخص بسبب شيء سيء فعله لك من قبل غرول مرهق أو صعب للغاية ويسبب التعب الشديد ويحتاج إلى جهد كبير لفترة طويلة غرامبول يصدر صوتاً عميقاً مستمراً غارنتي يضمن يعيد بفعل شيء ما أو يعيد بأن شيء ما سيحدث غارنتو الضامن الشخص أو الهيئة التي توافق على أن تكون مسؤولة عن شخص أو شيء أو تتأكد من حدوثه جيلد نقابة أو منظمة مؤلفة من أشخاص يقومون بنفس الوظيفة أو لديهم نفس الاهتمامات أو الأهداف غايلوس شخص يتصرف بطريقة صادقة للغاية ولا يعرف كيف يخدع الآخرين جيلوتين المقصلة وهي آلة أصلها من فرنسا لقطع رؤوس الناس لها شفرة ثقيلة تنزلق أسفل إطار خشبي غيلت ذنب أو الشعور بالذنب غيلتي مذنب غالي أخدود وهي مفرد أخاديد وهي قناة صغيرة وضيقة تتشكل عادة بوسطة تيار أو مطر غانبو البذور الخضراء لنبات البامية والتي تؤكلك خضروات غاش يتدفق من أو إلى أو يصب فجأة وبسرعة من الحفرة بكميات كبيرة غاست عاصفة أو زيادة قوية مفاجئة في كمية وسرعة الرياح التي تهب غاستي عاصف غات الأنبوب الخضمي وهو الأنبوب الموجود في الجسم الذي يمر عبر طعام خروجه من المعيدة جيمناست الشخص الذي يؤدي الجنبات وخاصة في منافسه جيمناستك مرتبطة بالجنباز وهي تمارين بدنية تنمي وتظر قوة الجسم وقدرته على الإنحناء والحركة بسهولة جيمناستك التمارين أو الرياضة البدنية غايناكولوجيست طبيب النساء والتوليد وهو طبيب يدرس ويعالج الحالات الطبية والأمراض التي تصيب النساء وخاصة تلك المرتبطة بالإنجاب جيبسن الجس أو الجبسن هابت عادة أو اعتياد هابتبل أو إن هابتبل صالح لسكن هابتيشن سكن هابتشويل معتاد أو اعتيادي هابتشويشن التعود هاكنيد مبتذل أو يستخدم في كثير من الأحيان وبالتالي ممل هاجو يساوم أو يتجادل مع شخص ما من أجل التوصل إلى اتفاق وخاصة حول سعر شيء ما هيل يرحب بي أو يشيد بي هيل البرد وهي كرات صغيرة من الجليد تتساقط مثل المطر هير إكستانشن وصلة شعر أو قطعة من الشعر الاصطناعية ثم إضافتها إلى شعر الشخص ليصبح أطول هير لين حافة شعر الشخص وخاصة من الأمام وقد تأتي بمعنى فاصل أو خط رفيع جدا هول ماك أسمة المميزة لشخص أو شيء ما هولت أو هولت يوقف شخصا أو شيء ما هاملت قرية صغيرة جدا هاما مطرق أو شاكوش أما كلمة هاما كفعل فلها أربع معاني الأول يضرب بالمطرق والثاني يقرع بشدة الثالث يهزم أحدا بسهولة والرابع يتعرض لضرر بالغ هامفا يعرقل أو يعيق أما كإسم فتاني سلة كبيرة ذات غطاء وخاصة المستخدمة لعمل الطعام فيها هاندفول الحفنة أو مقدار ملء اليد هاندكاب إعاقة أو حالة جسدية أو عقلية دائمة وقد تأتي بمعنى عقبة هانكوشيف أو هانكوشيف من ديل ولا سيمة من القماش هاندل يعالج أو يتعامل مع موقف أو شخص أو مجال عمل وعاطفة قوية وما إلى ذلك هاندل مقبض أي شيء هاندي قد تأتي بمعنى سهل العمل أو الاستخدام وقد تأتي بمعنى في متناول اليد وقد تأتي بمعنى بارع في استخدام يديه في عمل أو إصلاح الأشياء هانكوشي يعلق هانكا يرغب في شيء ما بشدة هاب هازد عشوائي أو بدون أمر أو خطة معينة أو غير منظم بشكل جيد هاب هازد لي بشكل عشوائي هابا مرفأ أو منطقة مائية على الساحل محمية من البحر المفتوح بأسوار قوية حيث يمكن للسفن أن تهتم بها هاد ديسك القرص الصلب وهو جهاز يقوم بتخزين معلومات الكمبيوتر على قرص دوار إما داخليا أو خارجيا للكمبيوتر هاد يجعل الشيء أو الشخص أصلب أو أقسى أو أكثر جدية هاد هيديد متشدد أو لا يسمح لعواطفه بالتأثير على قراراته هاد لي بصعوبة أو بالكاد ها حيوان مثل الأرنب الكبير له أرجل خلفية قوية جدا ويمكنه الجري بسرعة كبيرة هامفل ضر أو مضر هامونيك متناسق أو متناغم وهي صفة للأصوات هامونيك متوافق أو منسجم أو متناغم مع شيء ما هامونيك انسجام أو توافق أو ويام هونيك مجموعة من القطع الضيقة من القطع الجدية أو المعدنية التي توضع حول رأس وجسم الحيوان وخاصة الحصان بحيث يمكن التحكم في الحيوان وتثبيته في عربة أو نحو ذلك نوع مبكر من الآلات الموسيقية يشبه البيانو ولكنها بأوتار يتم سحبها وليس النقر عليها هاش فض أو شديد أو قاسم هيست السرعة في فعل الشيء خاصة أنه ليس لديك الوقت الكافي هايسن قد تأتي بمعنى يسارع إلى القيام بشيء أو قوله وقد تأتي بمعنى يسرع حدوث شيء هايستي لي بسرعة أو بعجلة وأحيانا بلا تركيز في الشيء هايستي متسرع أو متهور وخاصة إذا نتج عن تسرعه نتائج وخيمة هاتش يفقص البيض هاتشلين طائر صغير أو حيوان خرج للثو من البيضة هوتلي بغطرسة أو بغرور هوتي متغطرس أو متكبر هول يسعب شيئا أو شخصا ما بجهد كبير هوليج قد تأتي بمعنى نقل البضائع بطرق البرية أو السكك الحديدية وقد تأتي بمعنى الأموال المدفوعة لهذا الغرض هونت يطارد أو يلاحق هافك خراب أو تعرض الأشياء لأضرار جسيمة أو مدمرة أو مشويشة للغاية هولك الصقر وهو طائر سريع وقوي من الطيور الجارحة هازد شيء يمكن أن يكون خطيرا أو يسبب ضررا هازدس خطير ولا سيما على سلامة شخص أو صحته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر